الجزائري لا يعترف لا يعترف بالتعاملات المنصبة على عقار أو على حقوق عينية عقارية ما لم تكن موثقة ببساطة كل تصرفات ليكون مضوح عقار بيع العقار إيجار العقار رهن العقار استبدال العقار لما نتكلم عن العقار فأنا أقصد كل شيء ثابت بحيزه الضار والأرض وما سبه ذلك كل تصرفات لجيع العقار إذا كان موثقتها ما معناتها توثقها يعني طروح الدير العقد انتحها عند الموثق فلا قيمة لها لتلك الوثائق لا يعتد بالعقود لا يعتد للمشترع الجزائري لا يعترف بالعقود العرفية في مجال نقل الملكية أو في الحقوق التي ترد على الملكية لا يعترف إلا بالعقود الرسمية التوثيقية وما نتكلم لك على العقود العرفية في المعاملات التجارية هذه شك واحد أنا نتكلم لك على العقار لا يعترف المشرع الجزائري ببيع ونقل وإيجار وهبت ورهن وغير ذلك كل تصرفات التي تقدر تتصورها على العقار إذا ما درتاش في عقد رسمي قدام الموثق ما عندها احتقيم قانونية هذه الوثيقة الهندك